اشتركوا في القناة اعطاني عندي اختيار لان الله اعطاني الاختيار لكن في ضمن دائرة الان في عالم اليوم ما يقولون حرية وحقوق الانسان وكذا بس اي دولة فيها قوانين ما اليك حق تتعدد ذيك القوانين الان اكثر الدول ديبوقراطية وحرية بها قوانين لو ما بها قوانين بها قوانين اقلا قوانين المرور كثير من القوانين في العلاقات الاجتماعية في الامور المالية اذا واحد خالف تلك القوانين الدولة له بالمرصاد القضاء له بالمرصاد يعاقب ما يلحق ما يعترض يقول احنا احرار حقوق الانسان نعم انت حر انت حقوق الانسان ولكن مع ضوابط ومن تلك الضوابط ان القوانين المشرعة لازم تطيعها لا تخالفها بس عندما يصل للدين يقول احنا احرار زيان الله حرم خلي يكون حرام الله احال يقول خلي يكون احال كلا ما اليك حق يعني انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله اقل مما تتعامل مع حكومة تعتقد بان قوانين الحكومة لازم تلتزم بها واذا عاقبوك على مخالفتها ما تقدر تعترض وحتى اذا اعترضت ما احد يقبل اعتراضك لكن عندما يصل الامر الى الله وإلى رسوله يقول انه لازم قلبك يكون ابيض مو مهم انه تراعي القانون زيان عندما قانون الحكومة قانون المرور اللي هو ابسط قوانين الحكومة لا تقول انت انه قلبك لازم يكون ابيض الآن انت عبرت الاشارة الحمراء شن المشكلة تجاوزت السرعة المسموح بها شن المشكلة قلبك يكون ابيض بالقانون ما للدولة ما يصير ما يقول لازم يكون قلبك ابيض يقول لازم تلتزم بالقانون يقول يسا واحد عنده تجاوزات مالية وتبيض الأموال وكذا شن المشكلة قلبه المهم أن يكون أبيض ماكو قانون اقتصادي لازم تتراعي إذا ما راعت راعت قضاء لك بالمرصاد القانون لمن يوصل قوانين الحكومة ما يقول لازم قلبك يكون أبيض القانون راعته لو مع راعته مو مهم بس عندما يصل إلى قانون الله سبحانه وتعالى اللي هو المتفضل وهو الخالق وهو المتطول وهو المنان وكل شيء من فضله لمن يوصل إلىه مو مهم يكون عندها حجاب المهم قلبها يكون أبيض مو مهم يصلي المهم قلبه يكون أبيض نعم قلبه لازم يكون أبيض لكن لازم يلتزم بالقانون